السلام عليكم, مرحبا بكم مجددا مع دروس تعلم اللغة الفرنسية نتمنع أنكم تكونوا كتستفدوم دروس السابقة إخواني أخواتي اليوم إن شاء الله مع درس جديد في سلسلة تعلم التصريف الأفعال لكو جوكيزان دي verب الدرس دي اليوم غايكون حولا les verب دي deuxième groupe أو بخزان دي لإندكاتي شفنا أفعال المجموعة الأولى وليوم إن شاء الله غن تقلو إلى المجموعة التانية ما معنى المجموعة التانية هم الأفعال التي تنتهي ب-ER هي التي تنتهي ب-ER أي فعل كتستفدر ب-ER ممكن أنه يكون فعل من أفعال المجموعة التانية ولكن ليس كل أفعال التي تنتهي ب-ER تنتمي إلى المجموعة التانية ليس كون كان بعض الأفعال التي تنتهي ب-ER وتنتمي إلى المجموعة التالية كان طريقة أستيس باش كانت تعرفوا على طريقة أخذت لكم هنا أربع أفعال كلهم يتسلوا بإي أر لكن هناك بعض الأفعال تنتمي المجموعة الثانية وبعض الأفعال تنتمي المجموعة الثالثة ما هي الطريقة التي نستعمل؟ أننا نصرف هذه الأفعال معنا إلى الحاضر الدلالي إلا سمعنا في الأخير ديال الفعل 100 كي تسما أفعال المجموعة الثانية إلا ما سمعناش 100 كي تسما أفعال المجموعة الثالثة أبدأ جه فني تفني الفني نو فني 100 إذن ماذا لحظتم؟ كي 100 إذن هاد الفعل venir من أفعال المجموعة الثانية دانك دوزيام جروب ناخدو الفعل الثاني پارتير جه پار تو پار إل پار نو پار تان سمعتو 100 لما سمعناش في الخط سمعناش تان ما كيش يسان دانك هادا أفعال المجموعة الثالثة troisième جروب نعمر إلى الفعل الثالثة venir جه فين تُو فين إل فين نو بنان بنان إذن بيما أننا مكي تسالح بسان دانك troisième جروب ناخدو الفعل آخر شوازير جو شوازي تُو شوازي إل شوازي نو شوازي سان ما دانو لاحيد أنهو كي تسالح بسان دانك سيطن دانك دانك لذلك يجب أن اتنسون لا يوجدون فعل المجموعة الثانية هناك فعل المجموعة الثانية لكنها تنتمي إلى المجموعة الثالثة لذلك يجب أن نحاول أن نصرفه معنا على المعارضة لكي نعرف كيف يمكن أن نصرف المجموعات الثانية وكيف يمكن أن نصرف المجموعات الثانية لماذا نعرف؟ لأن المجموعات الثانية يمكن أن نصرف المجموعات الثانية يعني أن نعرف كيف يمكن أن نصرف المجموعات الثانية يمكن أن نعرف كيف يمكن أن نصرف المجموعات الثانية يمكن أن نعرف كيف يمكن أن نصرف المجموعات الثانية وكيف يمكن أن نصرف المجموعات الثانية أنا أخدو لفرب فينير هو مأفعل مجموعة التانية دانك أول حاجة كندير كنزوو لأر كنزوو لأر سيبا إخوان كنزوو لأر وكنكتب غير راديكال كنكتب فيني في جامع لبنان پرسنل فيني فيني من بعد إخوان كنزوو لأر نهاية لخصة تحفظ نهاية سهلة جدا جوو دفو س تو دفو س إلو دفو ت نو دفو دزس ونس وو دفو دزس وز إلوك س دفو دزس وأقرأ جو فني ونهي تي فني تونهي أو تونهي إل فني يونهي أل فني تونهي نو فنسان نونهي وو فنيسي تونهون أو تونهونا إل فنيس يونهون أل فنيس ينهونا سيبو إخوان وها الطريقة كتنضبق على جميل أفعال ديال دوزيام ناخدو لفعب شوازي كذلك جو شوازي س تي شوازي س إل شوازي تي نو شوازي سان دزس ونس وو شوازي س دزس از إل شوازي دزس ان واضح إخوان نتمنى أن الدرس يكون واضح الآن غنمرو التطبيقات وهي أهم جوز في الدرس باش نشوفوا ماذا فهمكم للدرس حاولوا بعد قراءتي للجمل باللغة العربية أنتوقفوا الفيديو وأجيبوا في التعليقات وبعد ذلك قارنوا بين إجابتكم والإجابة التي سأعطيها لكم اللغة أبدأ أختاروا هذا المنزل إذن أختاروا هو لفع شوازي شوازي هنا يا لفع شوازي إذن أختاروا أنا يعني أكتب ج أختاروا 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 بلا ر يعني أختاروا كما هاد المثال هذا وما هاد أضيف بالنسبة أنا أضيفوا لترميزون س هذا المنزل ست ميزان لماذا كتبنا ست ميزان؟ لأن المنزل في اللغة العربية فاو مودكا لكن في اللغة الفرنسية أقول لا ميزان ست ميزان وأقرأ أختاروا أختاروا هذا المنزل أمر إلى الجملة الثانية أختي تنهي العمل أختي تنهي تنهي لفرد فنير هذا فلحادر الثامير الفعيش نهي أختي دونك ميزان 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 فني لأو دفو ر او دفو مدى ت العمل لفرد فنير لفرد فنير لفرد فنير لفرد فنير لفرد فنير لأن هنا العمل معرف لفرد فنير أمر إلى الجملة الأخيرة أبي وأمي يعاقبان أخي عندما يكون فاعلان الضامر اللي كنستعمل هو إيل أفك أس أو أل أفك أس دونك يو عاقبان هو لفرد فنير فنير دونك اكتوب مان بار اي أمي مان مار قلنا هنا يجوز الفاعل يعني هوم يعني عاويدوها بإلا وك أس دونك فتصرف ديا الفاعل كنستعمل إلا وك أس دونك لفرد فنير كنستعمل كنستعمل ر كنستعمل وك أس دونك 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 كنستعمل جملة أبي وأمي يعاقبان أخي من پير ومان مر ون نس من فر نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس جيدا ونتمنى أنكم تكونوا جاوفتوا صحيح كنشكركم جزيز شكر وسلام مرحبا 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 مرحبا